موسيقى مساء الخير لحد النهاردة في ستات كتير عايشة بمبدأ ضل راجل ولا ضل حيطة زي نورة بطل القصة حقيقية النهاردة اللي بعد ما شافت كتير قوي من طلقها وابو ابنها ومرت بتجربة كافيلة انها تخليها تكره كل الرجالة اللي في العالم رايحة تاني برجليها لراجل طبعه أصعب وهي اللي بتجري وراء رغم الكل اللي بيعملوا فيها والسبب انه ضل راجل ولا ضل حيطة طب ايه اللي حصل بالزبط تعالوا نشوف نورة بعدها تقول لنا ايه اسمي نورة وعندي 38 سنة اللي هو السن اللي الست فيه بتحس ان هي وقفة في النص لا عارفة تغير اللي فات ولا عارفة اذا كانت هتلحق تعيش لها يومين حلوين ولا لا خصوصا لما تكون ست مطلقة ومخلفة وضعت منها أحلى سنين حياتها في تجربة ما يعلم بيها لربنا أنا بنت أبوها وأمها ماتوا هي لسه صغيرة عشت طفلتي وشبابي في تعب وبهدلة اتمنيت من ربنا يرزقني بزوج صادح يعوضني عن موت أبويا وأمي وكل اللي شفتوا لكن زي ما بيقولوا الدنيا ما بتديش محتاج اتجاوزت واحد ما عندوش ضمير بهدلني ومرمطني لحد ما اتطلقت منه وأنا شايلة طفل مريض رماه ونسي انه ابنه ما اهتمش بتربيته ولا مصاريفه وسبني أكله أم وأب كان عمري وقت الطلاق 29 سنة وعيشت لتربية ابني ومتابعة حالته وعلاجه كنت كل فترة بعمله عملية جراحية بسبب المشاكل اللي تولد بيها وأقول الحمد لله على الأقل ربنا مقدرني من غير ما مدي إيدي لحد وأعدت كم سنة قوية وصمدة من بعد ما شلت من حساباتي نهائي فكرة الحب والاحتياج لراجل في حياتي وقلت كفاية علي اللي شفته مش هنعيده تاني وربنا يقدرني على تربية ابني وتحملت وتغربت وعيشت في القاهرة الوحدي عشان أكون قريبة من المستشفيات والدكاترة اللي بتعالج ابني شفت شقة ومرمطة ووحدة اتبهدلت حرفيا ما بين الشغل وتحمل مسؤولية طفل المريض وأنا الوحدي كنت بحرم نفسي أحيانا من الأكل عشان أعرف أحوش فلوس لبكرة اللي ما عرفش مخبي لي إيه وفضلت في الدايرة دي كم سنة لحد ما رجعت بلدي في الآخر كنت محوشة مؤدم لشقة متوضعة واستلمتها الحمد لله ونقلت فيها أنا والولد وعايشين فيها لوحدنا يا سيلي طب تعالين وقف هنا أنا ملاحظة يا نورة إن كثير الوقت لوحدك لأقولتي سيرت أهل اللي هم الإخوات والصحاب خلان خلات جيران ليه تعالوا نكمل أول ما سكنت قررت أكون في حالي لا عايزة أعرف حد ولا حد يعرفني بعد ما سنين عمري اللي فاتت ورتني إن البعد عن الناس غنيمة ومش بييجي من ورا اللي اختلاط بيهم غير الأزى وواجع القلب والمشاكل اللي ما بتخلصش بس غصبني عني زيقت من الحطان اللي مش بتكلم غير معاها وبدأت من سنة أحس إني محتاجة الراجل أكون معاه راجل بجد وغصب عني بدأت أتعلق بواحد جاري رغم إنه متجاوز ومخلف يعني أنت يا نورة سبتي كل رجالة العالم ولازم نروح نتعلق بواحد متجاوز ومخلف وجارك أكيد تعرفي مراته صح؟ تعالوا نكمل قبل ما حد يلومني يحط نفسه مكاني في الأول ويجرب كل اللي أنا شفته فعيز ما كنت مقررة إني مش هعرف ولا هكلم حد بدأت أحس إني بموت ما أنا برضو بني أدمى ولو ما سلت إني قوية ومش هممني هبقى كذابة ولشدني الجاري ده إنه كان إنسان في منتهى الطيبة والحنية على عياله كان بيخاف عليهم قوي ودي الحاجات اللي كنت هموت عليها مش عايزة غيرها في حياتي قصب عني لقيتني تمنيته بس في سري وفضلت كتمة الشعور ده جوايا لحد ما جمعتنا الظروف وتكلمت معاهم وتعرفت عليهم أخد رقمي وأخدت رقمه بس عمري ما فكرت أتصل بي لحد ما في مرة فجئت بي هو اللي بيكلمني وبيسأل علي ومرة على مرة اتعلقت بي أكتر وحبيته هو كمان في الأول كان مهتم ودايما يتصل بي ويسأل علي وعلى ابني وأنا كمان بدأت أركز معي جدا في كل تفاصيل حياته ابتديت أهتم بي وأحاول خليه فرحانه ومبسوط بس ما كانش بيحصل بيننا مقابلات ولا خروج وشوية بشوية ابتدى يبقى منه وش تاني وش فيها عصبية نرفزة صوت عالي طريقة فيها شخط وتحكم وأوامر والمكالمات بقيت حسب ظروف ما بقاش فيه تعبير بقى أي كلمة حلوة عن اللي جوا زي ما كان بيعمل أول ما تعرفنا على بعض بس أنا كنت بستحمل وسكت وصد الشعور الجميل اللي كنت بأحلم بي وكنت فرحانة بي بالقليل ده ومبسوطة حتى لو كل مكالماته في الغالب في هالزعيق لحد ما عرفت إن هو بيمر بأزمة مادية كان هيتحبس فيها الأزمة دي خلته عايش في ضغط نفسي رهيب بقى دايما مكاشر ومخنوق وعصبي وبيتكلم بأسلوب وحش في الوقت ده كان ابني داخل يعمل عملية جراحية في رجله ولازم أسافر بي لقاهرة من كتر خوفي على جاري واني ممكن أرجع ملاقيهوش فكرت أأجل عملية ابني بس الدكترة أكدوا علي أني لازم أعملها وعيشت في جحيم لمدة شهر خلال الشهر ده كنت كل فترة بسيطة أحاول أفجأه بأي حاجة حلو ممكن تفرحه كل شوية أحاول أهون على قلبه وأقوله ما تزعلش أنت مش لوحدك لغاية ما عملت العملية لابني ورجعت تاني البلد وساهمت بربع المبلغ اللي جاري كان محتاجه والوضع بقى مطمئن يعني مش هيتعرض للحبس ابتديت أستنى منه أنه يفكر معي إزاي هنكون مع بعض والكلام ده بقى خصوصا بعد ما وقفت جنبه بس فجأت بيبي يقول لي أنا مش هرتبط بيك إلا لما يكون معايا شغل أو دخل كبير عشان نعرف أعيش معاك وقال هالي صريحة كده بيها الشقة بتاعتك وديني الفلوس أعمل بيها مشروع وأنا هأجرلك شقة أنت وابنك ونعيش مع بعض وديني فرصة يوم واحد بس عشان أفكر قلت له بس ديش هقيت ابني المريض قال لي يبقى خلاص ولما لقاني كبرت دماغي وسكتت عن الموضوع ابتدى ياخدني بالسياسة لمدة يومين بقى مغرقني كلام حاله وخرجني وجاب لي اللي نفسي فيه وبردو ما فيش نتيجة عم اتغير معايا تماما وبقى بيعملني معاملة وحشة وللأسف مقدرتش أبعد عنه فحبيت أفرحه وقلت له أنا هدخل جماعية وبفلوسها نأجر محل ونفتحه سوبرماركت ونقف فيه وانت اللي تمسك المحل وبكده أبقى عوضته عن رفضي لبيع الشقة أم استفزني وفضل يديقني بالكلام لغاية ما خرجني عن شعوري وفضلت أزعق وأقول كلام كتير وأنا منهارة طلبت إننا نبعد عن بعض فوافق بكل سهولة بس أنا ما قدرتش أسيبه بعدها بكام يوم فضلت أتصل بيه وأبعت له على الواتساب وهو ما يردش علي وفين وفين لما وافق يكلمني قلت له أنا بدأت أعمل مشروع عشان يكون مبسوط مني ويصلحني فرجع يكلمني ابتدت أحس إنه هيرجع تاني زي الأول بس برضو اختفى قطع الاتصال نهائي ودلوقتي هو وحشني قوي ونفسي أكلمه ومن وقت ما قطع الاتصال أنا ما اتصلتش بيه نهائي وكل ما بسمع صوته من وراء الباب وهو على السلم بموت حرفيا قلبي وجعني قوي وهو مش موجود ومش عارف أعمل إيه كل اللي اتمنيتوا من ربنا إني أعف نفسي بيه وطلبتوا من ربنا كتير في عزة تعبي واحتياجي دلوقتي مش عارف أخرج من الحالة دي إزاي نفسي أكلمه بس مش هينفع جوايا صراع صعب قوي قلبي وجعني وهموت عليه وعقلي شايف إن كرمتي هتتهان عالفاضي وإنه ما عملش حاجة واحدة عشاني قولولي أعمل إيه قولولها تعمل إيه أنا من رضي أنا مش أقول أقول إيه ممكن رسالة بين إن هي مستفزة وتستفزي ستات كتير خايفة على جزها وتخاف من جارتها وأنا بخاف من كده في المجتمع إن إحنا لما نقول القصص دي اللي هي الحقيقة اللي معنا الناس تبتدي تخاف بس إحنا بنحاول إن إحنا ننور لكم بصيرتكم شوية على حاجات أنتم ممكن تكونوا مش وغدين بالكم منها وممكن نكون بنحاول نعقل الطرف التاني اللي ممكن يهدم أو يخرب أو يبوز حياة حد أنا عمري ما كنت متحملة على حد في قصة حقيقية لأنه لما يبعت ويستنجد بيك وإنت تغزله دي كبيرة قوي ووحشة قوي وإحنا بنعملش كده على قد ما فيها لغبطة وإحنا مش فاهمين إنه طب هي جاني ولا مجني عليها طب إيه اللي خليها تعمل كده مش ده اللي احتياج طب بقولكو إيه هو الواحد لما بيتظلم مش ممكن يظلم من غير ما ياخد باله زي البنت اللي بتقول طب ما أنا ما تجوزتش لغاية دلوقتي إيه يعني ما أخد واحد ما تجوز زي الست اللي تقول أنا عيشت سنين واحدة صعبة وما حدش حاس بي من حقي إن أتمنى ده من ربنا أتمنى جوزها نيجي نقول أنت ما حطتش نفسك مكانهم بس كل اللي بتقوله إنه غلط وصح لا ما بتمشيش كده أسئلة كتيرة قوي نحتاجين نفهم بقى نفسياً إيه اللي وصلنا لده ونتعامل معه إزاي استنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن نورة اللي بابها ومامتها ماتوا وهي صغيرة عاشت حياة صعبة جداً خلتها تحلم إن هي تتجوز من حد يعوضها عن بابها ومامتها يا دوب اتجوزت من هنا طلقت من هنا طلقها بعد ما وراها طبعاً عيشها صعبة جداً ما بقاش يصرف على ابنه المريض اضطرت نورة إن هي تسيب بلدها وجدت عيش في القاهرة عشان تبقى قريبة من المستشفات عشان تقدر إن هي تساعد ابنها بقت تحرم نفسها من الأكل بشتغل ليل نهار عشان تعرف تعالجه وتحوش فلوس لبكرة وبعد فترة رجعت بيه تاني لبلدها دفعت الفلوس اللي حوشتهم في شقة متواضعة قررت إن هي ما يكونش ليها أي علاقة بحد لحد ما شفت جارها قد إحنين على ولاده بيخاف عليهم اتعلقت بيه بينها وبين نفسها اتعرفت عليه بدأوا يتكلموا وهو اللي كلمها الأول شوية بشوية المعاملة اتغيرت بقى فيه بقى شتيمة وزعيق وتحكمات ورها الوش التاني زي ما بيقولوا عرفت إن هو بيمر بأزمة مادية كبيرة ساعدته عشان ما يتحبسش بدلا ما يشكرها قال لها أنا مش هقدر أتجوزك وأنا مش معايا دخل بيعي شقتك وديني فلوسها أفتح بيها مشروعة وأنا هأجر لك شقة ونعيش فيها رفضت اتغيرت معاملته ودلوقتي هي محتارة بين قلبها أصل لسه قلبها بيحبه مش قادرة تستغنى عنه وعقلها اللي بيقول لها أنت كده بتهيني كرمتك وأنا أسف وانا بحكي قصة اني بقول كده بس هي اللي قالت وليه بقى تفضلي متعلقة بواحد معملش عشانك أي حاجة عشان كده منورانا ومشرفانا النهاردة المعالجة النفسية دكتور وفاق شلبي زيك يا دكتور وفاق زيك يا سي نعم بارك يا فوف الحمد لله ايه رايك بقى في قصة النهاردة جميلة دي سرية جدا عجبتني جدا جميلة وهي كتيرة جدا في مجتمعنا كتيرة قاوي قصة متكررة جدا داخل العيادة وساعات ما بتبقاش جارتك ساعات بتبقى عز صحابك ساعات بتبقى منتخالتك ساعات بتبقى زميلتك في الشغل فنعمل ايه ايه بقى القصة دي بصي السيناريو ده بيحصل طول الوقت في العيادة او بشوفه في الحياة الطبعية بس انا بشوف في العيادة اكتر يعني انه بتبقى هي برضو قالت ان عندها مشاكل عندها مشاكل هاستوري كده تاريخ من المشاكل بس هي ما تكلميش في تفاصيل بس هي قالت عشر سنين اعداد من غير راجل اوكي بس هي عندها مشاكل من زميل اقدم من العشر سنين عشان باباها وما ميتها او يعني عندها مشاكل ده اللي بيخليها ممكن تتعلق يعني بأي حد بتشوف اه احتياجي نفسي بالضبط اه ان هي محتاجة حد يسد الوحدة دي هي حتى بتقول انا شفته بيعامل ولاده بحنية وبيطبطب عليهم او بيلعب معهم او عجبتها طريقته في التعامل مع ولاده اه فهي انا خفت من دي اول عشان عجبها عشان كده عشان هي حتى نفسها مكان ولاده لانه ممكن يبقى الراجل حنين قوي على عياله تعالي شوفين مع امراته يعني لما ياخد بنته ويروحوا مثلا مع بعض الجيم يا حبيبي او لما ياخد ابنه مثلا ويروحوا يخسروا العربية بيجنن كابة فظيع تيجي تشوفي زوج ممكن يبقى فاشل بمعنى الكلمة ممكن يبقى اخ مالوش اي 30 لازمة في الوجود ممكن يكون ابن مش بار بوالدته بس على عياله بيبقى حنين قوي ده مقياس بصي لانه الاولاد امتداد له فهو بيحب نفسه فيهم يعني هو لما عملته مع كل الناس سيئة وما بيحبش غير نفسه فممكن يحب ولاده لانه دول امتداده ما اطلع وتلاقي زعيم اصابة بيدلع بنته جوجه حبيبة باب يعني فما قاتل قتل قتلة وبيحب بنته وبيعملها حاجة فازاي يعني مثل احنا ممكناش ننخدع في الحتة دي لما شوف راجل بيعمل عياله كويس قوي هقول ماهو ده الطبيعي يا جماعة بالزبط بالزبط لان هي شافت نفسها في الولاد فحاست ان هي عايزة تبقى مكانه عايزة تبقى بنته عايزة تدلع عايزة تدلع وعايزة تشاف كويس يعني ما شوف راجل واقول ده راجل حنين بتتأس بايه فكرة انه يبقى مهتم مهتم بحالتك النفسية مهتم بتفاصيلك مهتم بالحاجات المشاكل اللي بتواجهها في حياتك دي الحنية مش مهتم بمراته فانا اشوفه مهتم بمراته كده فاتمنى لنفسي لا مهتم بمراته بيعملها لا انا قصدي نياد بص تبقى زوجة تانية لانه الاولانية متهنية اه احنا بقينا كده بس نخذ بالك انه لو هو مهتم بمراته برضو انت ما تكلمتيش مع مراته يعني انا شايف انه دايما بيبقى فيه مفاجئات ما بين اي اتنين ان انت طالما الباب مقفول عليهم انت متعرفيش بينهم ايه بيقولك الجواز حاجة مش بيقولك انا انت علي اقولك الجواز حاجة والخطوبة حاجة وفترة التعرف حاجة وبعد الجواز بقي بصنة دي حاجة تانية التالت خالص بسي انا دايما اقول عليها المفاجئات السارة ايه جميلة هي جميلة لانك بتتطري لا سارة برتتارية ايه 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 طبع ايه ايه ده منظر وقع اعرف له الفكرة ان انت مش هتعرفي تهربي منها صح يعني اي اتنين بيبقى بينهم حاجات محدش عارفة خالص وهو محدش عاشره زي ما أنا بعاشه يعني لا أخته تعرف أنه أنا هعرفه ولا مامته تعرف أنه أنا هعرفه ولا حتى عياله يعرف أنه أنا هعرفه فهي إحنا ما بنبقاش شايفين الجزء ده لكن بتشوف القشرة من بر فبتشوف بأنها متهنية دي ركبة عربية مش عارف إيه ده بيعمل لها إيه تقول لك ما أخد جزء عصلا لو جربت واحد لسه ما مدخلش دنيا ممكن ما يبقاش حظي معه حاله في كده في كده بس أعتقد أن نورة مشكلتها مش كده يعني نورة عندها احتياجات والاحتياجات دي مخليها هي اللي بتسوقها يعني مشاعرها اللي بتسوقها مش عقلها إزاي قدرت تتحكم في الاحتياجات دي عشر سنين وترجع بالبلد دي كده تنخ دلوقت لأ لازم يكون في حد بيشعل للحتة دي هو عارف يعمل ده يعني في حاجة كده هي محتاجها فبتلاقيها بوضوح في الشخص اللي قدامها فبتدت تحس أن هي عايزة تتكلم معها وعايزة تتعرف عليها لأنه قريب منها كمان جدا وليه بيلعب معها لعبة اللي احنا عارفنا كلنا في الحب مايدا نسيك أظهر وقت محب واختفي وقت محب وشوقها قوي وروح فجأة اختفي فجأة أنا باعيز أسمع اللعبة من أول يعني وفاق قولي للبنات كده قولي الستات اللي بتسمعنا إنه ده مش الصح عشان واحد اتنين تلات اربعة محتاجين نركز في العلاقة يعني البنت ما تتدلقش أول ما حد يقرب مال محتاجة إنها تركز شوية مش لقيت عبير تانية غير إنها بتتدلق يعني بتدخل بالمشاعر هي بتقول أنا حاسة إن أنا اللي بجري وراها بتسألنا بالزبط الفكرة إن تستنى لحد ما العلاقة يتم اختبارها طبيعي جدا إن أي رجل هيقرب من أي واحدة ستة هيبتدي يدي حب ويدي اهتمام ويدي مشاعر ويدي هداية دايما طول الوقت أو الله يبقى فيه اهتمام شديد جدا جدا فهي بتقع في الحتة دي لكن لو هي بقى فضلت تشغل عقلها وما تستنى لما هو يبتدي يتغير بالتغيير الطبيعي بتاعوي بتبتدي يدخل موقف الاختبار ده بيبقى قدقين يعني هو ممكن لما يلاقيها إن هي لا مش بالمدة بس كل حد بيختلف من شخص الى التاني يعني ممكن هو لما يلاقيها مش مستجيبة بعد كل الأوربة ده يبتدي ينسحب إذا هو ما كانش بيحب يعني ما فلت أخليه عدي يجري وراي وانا تألانا لا 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 مش طويل احنا ما تكلمناش في السكة دي خالص أم لين لما هو يلاقيها مش مستجيبة ازاي إنو العلاقة يتم اختبارها بالشكل أعمق شوي يعني هي تدخل في العلاقة برفق ما بتكلمش على نورة بالتحديد لإن نورة ده كان متجوز يعني هو أصل موضوع منتهي وكل ده وإحنا منتكلم على العلاقة الطبيعية يا دكتور وفاء نحن منتكلمش على العلاقة براجل متجوز أبدا يا وفاء نحن لسه هنتكلم في أبعادها هنتكلم في العلاقة الطبيعية حبيبتي أخودي وقت في اختبارها العلاقة بقى في متجوزين لماذا ما تجوزش الراجل ما تجوز؟ وأنا ما بكلمش لدين ولا إنه مديات أنا بكلمك أنت في احتياجات نفسية أنت دكتورة نفسية وعارفة في الآخر هيحصل لك إيه وإنه عمره ما هيستغنى عن عياله لو قالك أنا عايش معها عشان البتاء لماذا تجوزي ولا ليه أتجوز راجل من عياله؟ أيها تيجي تقولك أنا عايش معها عشان أنا عشان العيال وعشان عليه لقصات والديب فريزر اللي جوه الكلاشيهات المعدلة طبعاً الكلاشيهات يعني دلوقتي مفيش حد يعني من المفترض أنه بيتجبر على حياها ومش عاوزها هو دلوقتي الطرف الأقوى في العلاقة يمكن الست تكون معندهاش عائد مدي فماش هتعرف تمشي بس الراجل إيه حجته في إنه ما يمشيش؟ يعني إيه مشكلته في إنه ما يمشيش؟ يعني إيه ما يمشيش؟ يعني يمشي وينفصل ويتجوز واحدة تانية؟ لا أنا بقى بقولك لكن هو عايز كل حاجة عايز البيت والشكل هو عايز حبيبة وزوجة وما يخسرش فلوس وصحبة صديقة على الجانب حاجة تانية أنا ما شفتش في حياتي وأقدر أنا لا تحاسب على النسبة اللي أنا بقولها دي إنه 7% من الرجال اللي هيعرف يقف لمراته يقولها أنا هتجوز عليكي وبما يرضي له من غير ما يبقى وحش عشان 1-2-3-4 أنا عايزة واحدة يقف يقولها كده وعند رجل مشاكل يعملها لكن أنت دلوقتي بتلعب على الجنبين في واحدة متضمارة نفسيا وعندها ابن ما فروض توقف على حيلها عشانه وكان عايزي ضايع مستقبلها وياخد الشقة اللي جايبها لابنها اللي هو ممكن يعني لو هي لقدر الله توفت في أي وقت مش اللي هتجع فيها الحتة دي عايزي لنا توقف عندها ليه أنا الحتة دي أنا أوافق بدا يعني ليه عقلي ما بيشتغلش في الفترة دي إن رجل ده بيستغليني بس أنا أقوى غريزة الأمومة ولا اللي احتاجة العاطفة إنه كانت عايزة أتأجل عملية ابنها على حد عشان ما تخسرهوش دي خطفتني شوية أيوة أنا دي أبضتني يعني أنا ما بحكمش عليها خلص لأنني أنا ما جربتش غلوة الضانة طيب أنا مش في مكانها لكن الفكرة كلها إنه طالما خلفنا يبقى نربي ما هو دي إحنا ما جربناش بقى لسه يا وفاء إنه غلوة الضانة بس علم النفس يقول إيه يعني مش إحنا اللي يجي لاختراعنا الأمومة أعلى ولا كزوجة أعلى أنا مش فكرة مين أعلى هي أي حرية يتبعها مسئولية مفيش أبدا أبدا بس بيلك شعور الأمومة ده لا يضاهي أي شعور ده بيلك أعز من أبوي وأمي أنا فاهمة بس هي الفكرة إنه هي لازم تاخد بالها من ابنها وتربيه دي مش حرية شخصية إنه هي مش عايزة تخسر الشخص ده عشان خطر ابنها فسوريا مش عايزة تعمل عملية ابنها عشان ما تخسرش الشخص ده فهي دي فكرة فكرة إنه دي مش حرية شخصية الأمومة طالما أنت خلفت يبقى لازم ترابي بس يعني ما ينفعش تقول إنه برحتك إيه المشكلة إنك اخترتي إنك أنت بس بيش المكانة علشان ما تخسرهوش أو ترجعي ما تلاقهوش لا وما خاتيش بالك من إصرارها يا وفايا عايزة خايفة ترجع ما تلاقهوش ده تعلق دي متعلقة بيه جدا جدا وشايفة إنه هو طول الوقت هو حد هو مش عايزة يغيب عن عنيها ومنافذتش غير لما الدكاترة قالوا لها أنت لازم تعملها عملية هي إنها تكتب جملة زي دي ده معناها إنه قوحة مرة واثنين وثلاثة مع الدكاترة إنه الدكاترة قوي لو ما تعملتش هتبقى مشكلة كبيرة قوي أنت بتأكدي على المعلومة ده معناه إن انت حاولت مرة واثنين وثلاثة إزاي وهي ما جلاش شك واحد في المية إنه بيتحك عليها شقة إيه اللي تبعها وتعمله محل ما هي الفكرة إن إحنا محتاجين ما حكيتش حتى ضمانات نحذر الناس اللي بتفكر كده إنه لما يتم استغلالك لازم توقفي العلاقة دي استغلالك بقى مديا جنسيا أي استغلال أي نوع من أنواع الاستغلال لازم توقفي العلاقة دي طب البنات اللي بتقولك أنا هدفع معاه في الشبكة وإحنا لسه على البر حتى لو خطوبة ده استغلال إنه أنا معيش مش قادر أكمل فيديها شبكتها مثلا من غير ما حد يعرف عشان تكمل الشقة معاه بصي الارتباط مقاييسه مختلفة الارتباط الرسمي الخطوبة والجواز مقاييسه مختلفة يعني ممكن الستة تساعد جوزها وممكن تبيع دهب عشان تساعده صح طبعا بس دون ما تجوزين طيب بس فيه أمام في العلاق وإنتي عارفة في الآخر أنك بتعملين لولادك لكن قبل ده ما يحصل أنت بتعملين مين بتعملين له هو بس فأنتي عارفت منين أنه هيتم تقدير ده أو هيتم تعويضك فلازم تبقى واخدى بالها جدا عشان كده بقول تعلقها بمرضي لأن هي حطا أعلى من ابنها وأعلى من نفسها وأعلى من وضعها المادي وهي تبهدلت تبهدلت طب أنتي مش حاسة فإزاي أنا حالتي المادية مش فرقة معايا كده بعد التعب ده أنا نجي أدينه شعب أنتي مش حاسة أنها شايفة نفسها قول ليليل عشان كده بتعمل كده أو يعني اللي بيتضحك عليه بيبقى شايف نفسه أنه هي دي المكان أنت لا تستحقها أنت بتستحقش تكوني زوجة في النهو بالضبط رؤيتها لنفسها فيها مشكلة لأنها طول الوقت بتبقى شايفة نفسها قوليلة فهي بتقبل بقى أقل حاجة بس هي لي ما فكرتش أنه ممكن ترتبط بحد أحسن لأنه أحيانا بلدنا هنا أو الشرق الأوسط عموما نشوف المطلقة أن هي بتبقى درجة تانية ما تستحقش تاخد فرحة البنت العروسة اللي لسه بتتجوز وما تستحقش أنت جربتي قبل كده وكمان أنت بخلفها فانت شيلتك أتقل وأكيد هيتقل كده من أهله كمان بالضبط فهي بتلاقي نفسها كده إزاي نخلي الست تحس أنها غالية يعني أنا عايزة أعرف كده إيه اللي بنعمله عشان نحس أن أنا غالية قوي يعني الست محتاجة تبني علاقة بينها وبين نفسها إيه بقى؟ وتفهم أنه يعني الماضي بصدمات الطفولة بجروح الطفولة بيتعالجوا يعني تفهم أن هي لو هي وغدة فكرة سيئة عن نفسها يبقى المفروض أنها تتعالج أول حاجة قبل ما ترتبط قبل ما تشتغل قبل ما تعمل أي حاجة عشان ده هيأثر على قراراتها في كل حاجة في حياة لازم إذا شايفة نفسها قليلة تعالج ده في ناس على فكرة أنا أتفاجأتني في ناس بتعمل ده بدون علاج بدون ما تروح للمعالج حتى هنا في البرنامج بنحاول ندي تيبس كده نعملوا كذا كذا تقرأ كتب أي كتب في تطوير الزيت تنمي زكاءها تفهم نفسها بالضبط كده أنا شفت ستات كتير انبهرت بيهم جدا على فكرة بيشتغلوا على نفسهم بعد أقول لهم هو مين بقى الدكتور اللي عارفة اللي إيه دوتلافي في حريق أيه اللي عمل الألماظات اللي عمل دماغ دي أنا اعتمدت على نفسي وقريت وبقرأ كتير وبحاول أصلح طول الوقت وبتنجح في التغيير ودي من طبقات اجتماعية مختلفة طبعا طبعا طب حاجة كمان لو أنا جيت قلت لك أنه دايما أي واحدة تتطلق لقدر الله لازم تلجأ لثيربي أو تروح لدكتور نفسي أي حاجة في الدنيا غير معتدة بتحصل في حياتك أنت محتاجة تهندليها نفسيا مع متخص ستش أزب زي ايه؟ ايه الطلق الجواز يعني قبل ما نتجوز نروح دا كتيرا نفسي لا دا احنا بعد كده هنتعالج والله ما قابلها أبدا أنا بيجيلي كابلز مخطوبية قبل ما يتجوزوا عايزين يحلوا مشاكلهم الكابلز يعني الكابلز ترابي ما تعملش للمتجوزين بس أنه الجوازة فشلة لا ليه دا عايزين يبتدوا بشكل مرتب يعني أنتوا مش عافيت تحلوا مشاكلكم لا 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 احنا بنروح للدكتور دا لما الجرام بتسمعنا لا ما دي فكرة الفكرة لما ليه ممتو زيئت مننا وممتي خلاص مش طيقانة فبنتطير نروح للدكتور رشالد حالي باشيك عشان شفت وصلتنا لايه اه 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 فاحنا بنعمل كده لكن معقوله احنا مخطوبين مفروض نروح لترابيس اه انا جيلي مخطوبين كدير علشان خاطر هم يبتدوا حياة مرتبة وساعات بيبقى فيه بينهم مشاكل طب عايزين نعرف هنكمل نتجاوز ولا ولا نفك دلوقتي وده افضل من انهم يدخلوا في جوازة عمرها قصير ليه اللي نتجاوز ويطلقوا اذا كان ممكن ينفصلوا من بدري طالما احنا ما ننفعش البعض فشاك في طريق التفكيرهم صح جدا في حتة تانية بقى خالص نظرية اللي تظلم ليه لازم يظلم مش عايزة ااكد عليها بس هي الاغلبية لو انا اقول برضو وبسؤول عن كلامك لانو ده اللي انا شفته اللي تظلم بيظلم انتو كنتو فين وانا قاهدة الواحدة سنين وملاقيتش اللي ده هو ده اللي يساعدني ليه انا مغدوش جربتي تعادي من غير راجل تلاقي بتقولي كيف وشك طب امتي تقوليش اللي ده ملاقيتش الجوز نهد يعني فاسيبي نهد وحلقي وجوزة تيجي تقولك جربتي تبقي مطلقة لما ما تعرفيش احساسات مطلقة ما تتكلميش انا المجتمع ظلمني انا اهل وظلموني انا مخدتش بقية حقوق فبتلاقي انو بيبقى صعبان عليك الجاني والمجني علي بالصبت نعمل ليه اللي تظلم لازم يظلم واحنا زبنا ايه ما هي ما بتبقاش عرف انها بتظلم هي شايفة زي ما بتقولي كده انها بتاخد حقها من مين؟ من القدر يعني انا دلوقتي ما خدتش حقي وما كنتش موافقة في جوازي فاللي هيحباني ويعملي اللي انا عاوزها تجوزه حتى لو هاو متجاوز ثلاثة يعني مليش دعوه هاو حتى لو انت كنت لم يسبق لك الزواج قبل كده بس انا عايز اقولك على حاجة سالي خد يبالك ان انت في كلامك بتحملي برضو الست اكتر من يعني هو الراجل ده مش عنده مخ برضو بيميل الست التانية لا ما بيميلش لا انا بحسب نفسي انا على افعلي حتى نفسي مكان الست الراجل لو اخدني لعبة بل انا رجوز بيظهر وقت ما يحب ويرجع وقت ما يحب وعمل حركتين معياله قدامي عشان يجبني هو عارف احتياجي وخلي بالك هي ما ذكرتش مراته خلص في القسر اه انا مستعربة يعني ده انا شايفة انه اقل من ان احنا نتكلم عليه انا عايزة اويها هي لانه الراجل يعمل لو عايزه مهم هيعرف يخشيلي انا ولا لا انا اديتك الفرصة ولا لا هو يستي راجل وحش هو يستي راجل مجرم ساهمتي معا ليه في الجريمة انت مين انت اصلا تفكر تكلم معايا كده تقولي باي شقتك وعيالك وبتاع دي غلطة كبيرة جدا ما انا لسه ايليك هي حطا فوق كل حاجة حطا فوق ابنها حطا فوق ظروفها المادية هي عايزة تتجوزه عايزة بس ويعمل اللي هو عاوزه طبعا انها حطا اولوياتها وهو مش حطتها اولوياته دي مشكلة وبرضو هارجع اهلاية الحتة دي يعني اركز عليها للبنات لما تكوني مش اولويه عند الراجل اللي انت مرتبطة بيه امشي 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 ازاي وانا قلبي واجعني امشي ازاي وانا تعلقت بيه امشي ازاي وانت تعافي يعني اين تقولك واجع ساعة ولا كل ساعة لا مين قالك انه واجع ساعة ده فيه مورنج تاكستس المسيجات بتاع الصبح الجيل الجديد جنراتي او احنا يعني بنا نسمينها مورنج تاكست انه صباح الخير يا روحي هتتعودي انك بتقومي هتتعودي انك بتقومي على تليفون البوين انت خياني بيكلموني يا لو عايزيننا غير الامبوبة هتتعودي يعني بتبقى صعبة انه حتى لو انا عديت من جام برسترنت او مطعم ترابيزة كنا بنعود فيها صعبة علي حبيبي كان بيحب يشرب مياه الساعة ستة غصبا عنك غصبا عنك فعلا وهي بتبقى وقت صعبة بس هتعدي هتعدي زي غيرها انما الاستمرارية في علاقة مؤزية اصعب بكتير على فكرة يعني انا هاسألك انت انك اي راجل بيقولك لا دي مش حقيقة بيبقى طفل كبير ما هو ده حاجة مرضية لا هو بيحب يدلع لا انا حب وانا نازل تقولي لي ايه الحلاوة دي ايه الساة محمد الست ملهاش ملهاش نفس برضو انه يتقلها ايه الحلاوة دي هيقولك يعني هو هيقولك الكلام ده بس هو يحبك انه على طول تشجية حلوة البطة جميلة فانت انا عايزك مبورة او بالزبط ما هو ده طفولة ايه هوا دي مش طفولية انت بقي شايفة الهيرو اللي يا وفاء اذا كان انا مش الهيرو بتاع نفسي انا في قصتي انا انا ممكن اكون سيئة في روايتي مش لازم تبقى انت الهيرو في كل حاجة وده بيرضي شعوره فيه ستات بتعمل كده لانهم بيكسبوا اكتر من ده اه دي بتقعد تنفخ فيه انا بقعد ابص كده وبعين تيجي بعد يعني بعد ما ما تقفل مع المكالمة او 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 مثل ان بعدين عندها في البيت ويخش هو ده فاهمة؟ هو ده اللي ايه هو ده السيز محسن اللي عملت يا حبيبي وحشتيني ربنا يخليك لي انا معقولها جبت لنا نص كده وخوخ ده انا مش بيصدها نفس ده نوع مني بكالت في بيت ابي ايه الخوخ ليه؟ وده بجد ده حلو؟ بصي الموضوع ده لو اتعمل والست بتحقق من وراه ملكسب عادي وعيشة مستقرة ولكن الستات اللي بتعمل كده الفاضية والمليانة دي عندها مشكلة بيقولك ده جميع بيقولك عشانتي لو طنشتيه وفترتيه بملايق ما فترتوش بما يرضي الله هتيجي تفتره واستاذة صارة في المكتب بما لا يرضي الله ايه بالظبط يعني لازم ممشي ورا حاجتي شفت بصت بنت باستغرامة ومبغورة بشركها انه لما كانت نزل المستشفى نزل معاها ايه ده؟ نعم طب المفروض يعمل ايه؟ بص يا ناديما بقولها حاجة ما تغديش غير الراجل اللي هيجيبلك الجلطة ويفضل اعجم اه اعجم وبيتطبطب عليك يتقول ما هو قاعد سلامتك يا حبيبتي سلامتك وفعلا يعني هو السبب بس هو ضميرهم انه ما هو الرجال يعني ايه روح معاها المستشفى دي حاجة عدية؟ ما هي البنات من كتر حاجة ما حصلتش البنات من كتر ما شافت غزلين اه اه او من طب انه مش ترجع تاني اه اه حاست ان اقل حاجة بتتعامل وهو ده برضو لوعا لقى برؤيتك لذاتك اذا انت بتحترمي نفسك وبتحبيها وبتقدريها هتشوف انك تستهلي كل حاجة حلوة اذا شايف نفسك قليلة هيا لما يعمل حاجة بسيطة قوي انت هتعودي تتنططي بتهايق لي احنا قلنا يعني قلنا لصاحبة القصة النهاردة كتير قوي وكلام من وسط الكلام لو شايف نفسك قليلة وهي لي حرية الاختيار بس انا عايزك تقولي كلمة الاول لكل ست وتاني احنا منتكلمش في الدين لانه لانه الشارع احنا مش هندخل فيه او فيه ظروف معينة يجوز له ان هو يتجوز وفيه ظروف معينة بتبقى الست راضية وتقولك ما تدخليش وملكيش دعوة وانا شو تابعيني انه انا اللي غلطانا وانا الست انا اللي وحشة وصيبها القعدة انا بتكلم عشان مش عارك وفيه ست تانية ممكن تروح تتعالج نفسيا طول عمرها او بيوصابوا فعلا بامراض مزمنة وامراض خطيرة وبتؤدي الى موت لما جوزها فعلا يتجوز عليها فانتي تقولي ايه للست اللي اول اختياراتها بتبقى راجل متجوز فهميها كده ايه اللي بيحصل شايفة ان هي تبصن نفسها بنظرة مختلفة بحس انها ما تقبلش بنص راجل بس على فكرة احنا رجعها لتاني بس انا عايز اقولك على حاجة فيه ستات تانية وفيه بنات تانية عايزين الراجل المتجوز لهدف تاني خطس انه يكون مش طول الوقت هو عرفها يعني طول الوقت هيجي يومين في الاسبوع او وهي مش هزبتر من كده انه هيصرف علي ويجي يومين في الاسبوع وهي عندها اهتمامات كتيرة في الحياة ودراسة وشال ما خليها مش فارق معها تبترويجي لله لا انا بقولك نموذك مالش دعوة انا بقولك نموذك موجود في المكتبع ايه ما عارفة لو ممكن حتى ما يجيش خزبك يكرمها في التليفون بس احنا متجوزين لما نبقى نسافر بر خلينا نحدد الكلام على نورة او لان انا مش هزا ازايد على تجارب حدك وفي ناس بتبقى بتعمل الحلوة هيعارفة بتعمل لا لان احنا يا وفاء لو بصيتي على المجتمع دلوقتي احنا على فكرة وفي فترة من المجتمع يعني في وقت مجتمعنا انا لو انا هتكلم عن نفسي انا جدي وجدي الاتنين متجوزين اتنين واثنين جدي انا كمان عارفة اهو ما انا بقولك يا جماعة احنا بنتكلم جد انه بتلاقي بعد حقبة من الزمن ممكن تكون ستين سبعين سنة بتلاقي الزمن تاني راجع يكرر نفسه فانا بقولك او جدتي الاتنين يا حبيبي ماتوا والدرر هما اللي عايشين لا واحدة منهم ماتت دررين وفي درة لسه عايشة فبتبقى ده عادي انه احنا كنا متقبلين وعادي بنروح لجده هنا وجده هنا وعادة مع فما مع جدتي دي مع تتاة او مع تيتا التانية فانا خايفة انه احنا هنكون بنرجع تاني ليه الحقبة دي انه لو انت قلت انه لأ بلاشت انت تقبلي بنص راجل او انه المجتمع هيبصلك على انك انت استبنى او درجة تانية ولا تفرق لها احنا كان زمان عندنا الكلام ده يقولك انا انا جيل امي هو ده اللي رفض يعني انا ملاقيش مثلا حد من صحابي ان ابوها متجاوز اثنين بس انا شايفة ان كل واحد مسؤول عن تجربته الخاصة طبعا وشايفة ان الراجل المتجاوز بالمنطق بتاع نورة المشكلتنا النهاردة شارحنا حاسة ان احنا صرحنا في حاجات تانية وانت لها لا احنا رازم نقول على كل خلي بالك نورة قدرت تبعت في كذا نورة يا وفاق لا انا ما بعدتش كلامها بيقول انها لسه ما بعدتش لا قدرت تبعت لينا في كذا نورة يا وفاق وانا ده اللي بأثر عليه احنا رازم نتكلم على كل نقشي كله وتعالي نورة نلعب معاه اوكي الوضع اللي نورة فيه محسوم لانه حد سام علاقتها بيه سامة هو مستغل جدا عايز يستغلها مديا وهي لما بتلجأ للتفكير في حلول بديلة عن الحاجات اللي هو عايزها بيقطعها تاني ويمشي وبتدا يتنرفز عليها تفكر مع نفسها شوية يعني ايه المكسب اللي باخده من العلاقة دي غيره غيران علي ايه وفاق ايه وفاق غيران علي ايه وفاق غيران عليك ايه وفاق غيران عليك ايه عشان يخليك تفضلي طول الوقت انتي تعملي مجهود علشان تجيبيه تاني وهو بقى مستمتع قوي والايجو بتاعته منتفخة بسبب الجهائية بيتسرعوا علي يا حبيبي برتمام ربا وياما من كذا واحدة دخلت عمليات غلط راح تعمل وتقول لك انا انا جسمي او كانش عاجبه بعد الولادة انا رح تحطيت مش عارف ايه في شعر انا دايما بقول انا انا مش ضد ابدا ابدا الست تهتمم نفسها مش عشان هو بس عشان نفسها عشان هي شايفة انها عايز اتعدل او يا وفاق او او مقايز تعجبنا احنا الاتنين يعني انا متطفقة مثلا انت بتحب الست الرفياء او الست الماليين مش ادخن عشان خطرك ولا خص عشان خطرك انا نوصل لحل وسط ده اللي قصدي عليك في سيتات بتبقى مش حب شكلها بتبقى امر من برا وهي مش شايفة نفسها حلوة لان هو مدمرها نفسيا زي اللي عملوا معها ده انا عارفة انه في عرض مراضي في الطب النفسي انه اختلال في صورة الجسم انك ممكن تبقي جسمك عادي جدا بس انت شايفة زي بوليميا مش موجودة لا انت شايفة اه اه انا شايفة نفسي تخينة زي بوليميا اه 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 وانت مش كده يعني انت بتقعد المريضة تقولك لا انا انا تخينة فعلا انت زي مش وغدة بالك وهي بكون جسمها عادي جدا فهي دي فكرة انا مبسوط ان في القصة بتاعت انا رؤيتها لنفسها سلبية بالكامل طبعا وده اللي ياخدنا القصة النهاردة العمالي بتكلم في كل الجوانب لو خدتوا عشان اكيد لو خدتوا بالكم انه اكيد فيه ستات كتير بتتفرج انه قصة النهاردة هو معرفش خليات حسنية مش جدعة ده هو كانت اللي جاية انت زي ما وقفتش جنبي اه اه سيا فائت فوقيها بقى عشان نختم يلا محتاجة يا نورا انك انت تنسحب من العلاقة دي مش عايزة اخد لها قرار ان انا اقول لها سي بي سي بي لا 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 هي ممكن تعمل حدود كويس قوي هي قاعدة زي ما ما فتحت له الحدود انه انه يبقى في درجة القرب دي تعمل حدود انه كمان خلاص تبعد عنه لان الموضوع محسوم هو رجل متجوز مستغل طول الوقت هو بيلعب بيها عايز يستغلها عصبي بيتطول عليها يعني هي مش مستفيدة من العلاقة في حاجة فعايزة اقول لها انت انت كويسة انت فيك حاجات حلوة قوي لو ركزت فيها هتلاقي انك تستهلي احسن من العلاقة دي بكتير وانا بوجه كلامي ده لبنات كتير جدا وده على فكرة مشكلة شهاد او حاجات احنا بنقولها في الحلقة انا بس فعلا بشوف ان في بنات خسارة جدا ترمي نفسها في العلاقات دي وربنا ممكن يكرمك بسيد سيدو وتاهري يا شيخ بالضبط وساعات البنت لما بتتعالج وبتعرف قيمة نفسها بتشتغل على نفسها الوقت طويل ترجع هي تاخد قرار انها تنفصل او تفق خطوبتها او تطلق لانها شايفة انها مش مضطرة تستحمل الشخص ده اكتر من كده انا استهل معاملة احسن من كده بتبتدي تفهم شعورها بالاستحقاق بيتبالور بقى بيبتدي بقى فعشان كده بقول اشتغلي على نفسك ان ان انت تبقي سعيدة ومبسوطة بابنك وبحياتك وبانك جاهدت في انك تبقي كويسة وتزبطي حقوضعك المادي وانهي العلاقة دي انسحبي منها لانها علاقة سامة مقدرش بالبالة دي كده اقفلي الفراغ بنفسك نورتيني مرسي يا فوف استنونا بعد الفاصل لسه في كلام كتير قوي ليك يا نورة ويا كل نورة لتاني مرة وفي وقت قصير بيجي لنا هنا في قصة حقيقية مشكلة واحدة اتجوزت قبل كده ودلوقتي محتاجة الراجل في حياتها بس مشكلتها انه متجوز ومخلف شكلها ازمة مطلقات وارامل كتير جدا وده اللي احنا بنحاول نشوفه هنا في قصة حقيقية لان انا دايما بنعتمد على الشق النفسي يمكن مش ناس كتير بتحسب ده بس السيت لما جوزها بيتوفى او بعد طلقها لو كانت مخلفة بتحاول انها بانقوية ومش فارق معاها هنقد الشيلة انا هعيش وربيهم ممكن تقعد سنية من غير جواز كل وقتها وطاقتها وحياتها تحطوا في تربية ولادها هتقول انها ضحي واهم حاجة مصلحة العيال على مصلحتي شخصية بس الست في الاخر عندها مشاعر عندها احساس مهما حاولت ان هي الداري انه انا عادي وقلبي ما يملاش ما يملاش غيره الاولادي وطبعتها ان هي ببشر هتنتصر عليها ونسى في اي لحظة ضعف هتقول يا ريتني كم معي يا راجل هتعترف فيها انك هتمحتاج يا راجل زي ما الراجل هو كمان ما يعرفش يعيش من غير ست فيه بيعرفش يعيش من ستات كتير ان احنا بنشوفهم اهم ضحاياهم بييجوا في قصة حقيقية ما دايما بيقولك ايه ودي حاجة من الحاجات اللي بتزعلني قوي انتوا عارفين انه مش المريد اللي بيروح للدكتور النفسي انت لما تلاقي واحد بيروح لدكتور نفسي هو مش مريد هو المريد اللي ازاه بس هو عشان قلبه طيب وغالبان ومقدرش يستحمل الصدمة هو اللي بيتعالج انا دايما يجي يقولك ايه انا نسيت يا اخي ان انا ضيقتك ما هو الظلم بينسى بس المظلوم عمره ما هينسى مشكلة ان في ستات كتير قوي بتحاول تعوض السنين دي اللي ضحت فيها وحرمت نفسها في طريق غلط خالص يا شيخة تبقى عايزة في كام يوم خلاص انا هو ده الراجل اللي انا اتمنى هتعوضي سنين قعدتي فيها اتحرمتي سنين فهو ده الراجل اللي في كام يوم قدر يشقلبلك حياتك وانا هنا عايز اقولك وبسواب تصريحي ده في فقرياف وقرى زعلوا مني وتقالتلي حتى في كذا قعدة وانا قعدة كده انه ايه سيلي ست تتجوز بعد جوزها اوعي لو محتاجة راجل تعوضي بعد ما جوزك يا توف او بعد ما اتطلق تعوض ليه الا لو كنت انا بحبه ومستنياه وعايز اروح معاه في الجنة ويستاهل ان انا اعود على ذكره لانا مش رجالة كتير تستاهل ان انا اولا انا عايز اقابل ده في الجنة موجوزي في الدنيا يا بوجوزي في الاخرى هقابلك تاني في الاخرى فيه رجالة تستاهل لكن تقعد تدفن نفسها بالحياة زي ما بيقولوا تنسى تماما حياتها ومشاعرها وبقى شغالة انا بشتغل بروح يا جماعة بربي العيال وشغالة في شغلي وبشتغل ولأ ليه انا مش قاله لأ لأ ارجع احب من اول وجديد واحس بان انا مبسوطة وانه في حاجات حلوة مثلا قلقانة ومحتارة او عايزة البس احلى حاجة وابهره ده احساس حلو قوي ده احساس بيعايش الواحد قوي طب ليه؟ وكل ده احنا بنقول ان يكون فيه قواعد واصول وعمل اعتبار لللي حواليك تي ما خديش بالك من ده يا نورة ليه عقلي لأ ما جبتيش سيرة مراته ليه يا نورة مع انك كتبتي في نص الرسالة بقولك ايه؟ كتبتي قعدنا وتكلمنا وتعرفنا قلتي عايش هو وامراته جنبنا فانت واضح ان كان فيه قعدة بعد كده خدتي رقم وهو خديش بالك وانت عملة بتقولي الكلام ده كله ان انا بذكر الرسالة كويس قوي والقصة كويس قوي عشان اعرف الصغرة جات منين هو داخل منين عارف منين ان نورة محتاجة راجل لما نورة بدأ صوت هيتغير في التليفون وهو بيكلمها مش هو ده الراجل الراجل ما يقوليش بيعيش اقتك عشان افتح مشروع وخلي بالك الراجل بينزل يشتغل اي حاجة ما يقولك عشان اعلي داخلي لو عايز اتجاوزك انا عمل اي حاجة بعين ليه اتجاوزك من واحدة ده احنا بنقول الكلام ده لبنات الصغيرة المراهقات عشان ما يدحكش عليها ده انتي واحدة شفتي شفتي كتير ده انتي اي ما بشيلت الرجل والست بتعالجي ابنك وشطرة وبتعرفي تجيب القرش انت ست شطرة قوي انت ست جدعة قوي ليه تتحطي في خانة ان واحدة تقعد تحتحسبن فيكي ليل نهار وهيبقى ليه حق يا نور انا تقالتلي قبل كده شفت ست جزها ما تجاوز عليها وهي كانت موافقة وكانت فاقمة بينهم وهي على قدر من التضحية والجهاد لان انا بقول ده جهاد انا لا اطيقه ده جهاد ان هي تستحمل ان جزها يتجاوز عليها ومن الحب انه عشان تبقى انت مبسوط يا حبيبي انا موافقة بس سمعت منها ايه وهي ممكن تعرف نفسها لما تشوف الحلقة بس اسمحيلي ان انا اقول كده معلش عشان الناس تتعلم شوي هتقدري تنامي كل يوم وواحدة عملت حسبن فيكي وتقول حسبي الله ونعمة الوكيل فيكي ياللي خدتي جوزي حسبي الله ونعمة الوكيل فيكي ياللي دلوقتي مسكة ايد جوزي او بتعشي زي ما انا بعشي لو هتستحملي حسبي الله ونعمة الوكيل فيكي ياللي خدتي جوزي مني ومن عياله اتجاوزي والكل راجل عارف هو بيعمل لي كويس او لقى فريسة معها فلوس ومحتاج كلمتين حلوين محتاج راجل وعمل كده هو اقل من ان انا اتكلم عليه هو اقل من ان انا اذكره مش ده الراجل يعني انحنا لازم نقول لكل راجل بس هو مش ده تعريف الراجل ومش دايماً هاعد اقول قصو دايماً كان يقول لك زمان ايه سالي يا جماعة متحملة على الرجالة يعني بتطبل للستات اكتر دلوقتي انا جاية عالستات قوي مش عشان حاجة عشان عايزك يتغلي نفسك عايزك يتبقي حاسة بقيمة نفسك يا نور انتي مش شوية يا نور تاني هقول لك اللي يتعب ويعمل 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 بس هيجي اقول انه ما هو الراجل ده نعمل فيه ايه بس انا دايماً بيبعث ابي برضو غصباً عني على ايه اللي اداله فرصة هو يعمل لو عايزه تعرف نفسك في الاخر بس انتي خليك يقوى من كده بس كده فيش حاجة تانية تتقال قلنا وكلمنا عن كل الاطراف النهاردة في القصة واستنكوا في قصة جديدة بس تكون قصة حقيقية عشان الواقع ده اغرب من خيال والله لو حاولنا نفكر في ايه بشي بقى زي اللي بنشوفه هنا في قصة حائلة استنون باي باع